إذن القراءة العاطفية أول إشي رح نبلش بالعزاب اللي إحنا دائما بنهملهم يعني أكتر إشي بنركز على المنفصلين فخلينا نشوف للعزاب هل في فرصة جديدة ولا لا أو في شخص قديم ممكن يظهر أو على حسب بنشوف كيف إذن بالنسبة للعزاب لبرج الدلو أول كرت حلو ثاني كرت حلو بالطاقة الماضية كنت شاعر بوهم اللي هو وهم السعادة كنت عم تشهر إنك سعيد بس فيما بعد اتضح لك إنه هاي مش سعادة حقيقية ومش هذا الحب الحقيقي اللي ممكن إنه تكمل فيه لكن في البداية كنت كتير مخدوع وعايش في عالم اتضح لك فيما بعد إنه لا هذا العالم وهمي وأنا يعني مشيت علي ومشي علي المقلب وكذا يعني بفان جرحت كتير في هاي الفترة الماضية عم بشوفك بتكون سعيد فيه خبريات حلوة فيه شغلات كتير حلوة عم تسمحها وأكن ممكن يكون فيه شخص ممكن من طرف صديق ممكن صديق مثلا يكون هو الواسطة بينك وبين هذا الشخص لأنه ما عنده هاي القدرة أو الجرأة إنه يبلش في العلاقة أو يعني يحدد حتى نوع العلاقة مش عارف شو بدي يحكي لك بس هو بدي إياك يعني مبين إنه كتير عاجب وكتير حابب إنه ياخد خطوة لكن هذا الصديق عم بيساعده إذن للعزاب فيه احتمالية كبيرة من صفات هذا الشخص ممكن تكون الأبراج مائية هوائية أكثر إشي يعني طاغي على الوراء ناري ممكن يكون هذا الشخص من برج ناري عم بيكون اللي هو مش متهور عم بيكون بياخد قرارات كتير في حياته وبيندم على بعض القرارات فما عم يكون حكيم بما فيه الكفاية لحتى ياخد قرارات كبيرة أو ما عنده هداك النضوج أو مش كبير بالسن ممكن تكون هاي من صفاته شخص مش طويل ولا أصير يعني مظهر كتير حلو لا نبين فيه شخص بالطريق في عنده كل الأدوات لحتى يكفي حياته ويبلش يفتح بيت وكذا فهو بس حيبلش من الصفر معاك يعني ما حيجي يقولك انه خلص نتزوجه لا حيبلش معاك من الصفر يتعرف عليك مش عارف انا شايفي هذا الشخص انه مناسب وحلو لبرج الدلو إذا ممكن يكون برج ناري أو مائي هذا الشخص خلينا نشوف للمتزوجين من برج الدلو لبرج الدلو للمتزوجين عم بتكون المرأة من برج الدلو عم تتهتم زيادة عن اللازم في الأولاد وفي البيت على حساب الزوج النساء فهذا الشي عم يزعل الطرف الثاني منها وعم بيحاول انه يوصل لها معلومة انه خففي شوي اهتمي فيه شوي بس هي كتير عم هذا الشي ليش عم بيصير لانه مبين عندي انه ايش هي تهتم بتفاصيل التفاصيل اللي هو بدها تتقن كل شيء بدها كل شيء مثالي مليون في المية الاولاد بدها تكون بدها بدها يكونوا دراستهم كتير واو يعني بدها كل شي مثالي فهذا الإشي كتير بياخد وقت منها على حساب أنه تهتم في حالها وفي الطرف الآخر طبعاً هاي كانت الطاقة الأديمة عم بشوفه بيلمح الزوج وأكنه في وأكنه أنه حاب أنه يكون في تغيير بهاي العلاقة وتجديد في أشخاص عم ينغصوا عليكم حياتكم ممكن حياتكم الزوجية لكن الزوج عم بيكون كتير قوية شخصيته وما عم يحب بيكون في ناس تتدخل فعم بيكون كتير صارم في الموضوع في حمل ممكن يكون في احتمالية حمل لكن مش كتير كبيرة 60% للناس المتزوجين اللي عم ينتظروا حمل في حمل بس شهر تموز 60% بعد شهر تموز ممكن تعلى هاي النسبة لأنه في طفل في رضيع يعني في القراءة لكن هو مش جنيني يعني هو رضيع فممكن يكون في بعد شهر تموز بالنسبة للمرتبطين اللي مش متزوجين واللي مش تاركين مش منفصلين اللي هما مع بعض وعلى حب وعلى علاقة متواصلين فخلينا نشوف ايش نوايا الحبيب نوايا الشريك نوايا الشريك لبرج نوايا الشريك يعني في ضبابية بهذا الكرت شوي ضبابية يعني وكأنه مش واضحة عنده الأمور للسماء التضحات هو ضايع بين قرارين أو انت ممكن تكون العلاقة القراءة عكسية ففيه عم بختار شخص من تنين فيه امكانية تكون علاقة ثلاثية يكون موجود لكن ضعيفة وكأنه ما لها أهمية عم بشوفك يعني وكأنه انت منتصر على إما طرف ثالث أو على مجموعة من الناس عم بتوقف بينكم وبين بعض هل فيه زواج مثلا ممكن يكون زواج فيه احتمالية ان يكون فيه زواج لكن مش فيه تموز لكن حد تحسي حالك أو حد تحسي حالك في هاي الفترة كتير مرتاح نفسيا من ناحية الشريك هو عم يطاومنك في تصرفاته عم يعمل لك شغلات حلوة كتير خلال هاي الفترة عم بيغار عليك بشكل كبير انت عم بتكون مبسوط في هذا الموضوع هذا الشخص كمان يعني رح ياخد القرار وهو عم يدرس الموضوع بأكتر من طريقة فهو بطيء في اتخاذ القرارات لكن انا شايفه بوادر خير يعني لحديث الآن شغلات حلوة عم تطلع بيين عندي انه معجب فيك من ناحية أو فيك من ناحية الشخصية أكتر شخصيتك عم تعجبه أو عم يحس انك انت عم تكمليله شخصيته عم بتكونوا متكاملين هو هيك عم بيحس بالنسبة اذا للمرتبطين خلينا نشوف المنفصلين ان شاء الله تكون كمان قراءة حلوة للمنفصلين اللي تعبانين لهم فترة اذا للمنفصلين او المطلقين في اللي هو للمنفصلين في أبراج اللي على العلاقة مع أبراج ترابية أو مائية أو هوائية هدول الأشخاص يعني العلاقة هم تتحسن شوي شوي ولكن فجأة الحبيب رح يخطر على باله انه يكلمك فهو ممكن يتصل فيك ومش عارش بده يحكي خلص بس بده يتصل وبس بده يرجع عم بيكون في حاشتك كتير هاي الفترة حزين ما شاعره انه حزين كتير فيه ندم شاعر انه هو ظلمك في مرحلة من المراحل وانت كمان يعني ما أصرت انت يعني ما سكت له يعني كان فيه أخته عطى كان فيه مشاكل من ناحيتك ومن ناحيته لكن عم بيحس حاله انه هو ظلمك أكتر فعم برجع عقله لراسه بالأخير وعم يبطل يكون اللي هو محتار رح ياخد قراره ومبين فيه رجوع رجوع حلو رح يكون من نوع آخر رجوع اللي هو مفرح ومفاجأة رح تكون وهو رح يفاجأك بموضوع تاني يعني فيه موضوعين على الطريق مع بعض الرجوع زائد الشغلة التانية فعم بشوف كتير ورع حلو فيه فرصة للرجوع فيه مراقبة من الطرف التاني فدير بالك يعني يمكن يفهمك غلط أو كذا يعني ممكن تكون تحكي مع زميل أو كذا فهو يفهمها غلط يصير بده يتراجع فكون كتير هاي الفترة مهتم بتفاصيل علاقاتك أكتر إشي هذا ببينه إذن ورق إيجابي 100% خلينا نشوف إذا فيه نصيحة ممكن نقدمها لبرج الدلو حبايبي اللي أنا بموت عليكم من أكتر الأبراج القريبين لقلبي برج الدلو خلص بحبهم هيك لله في الله هم بنحبوا بصراحة يعني بستاهلوا بستاهلوا كل خير وإذا إذا فيه نصيحة خلينا نأخذ نصيحتين أو نشوف إذا الورق عم يعطينا نفس النصيحة أو نصيحة مختلفة عم بيقول لك كتير كون حذر بالفترة الجاي لكن التمن عم بيطمنك عم بيحكي لك الحظ معاك هذا الشهر 100% رح تسمع أكتر من شغلة بتفرحك رح يصير عند الأعداء مشكلة كبيرة يعني فيه انتصار فيه عم تنتصر على حد الظلمك على مجموعة يمكن تكون من الناس على الأرجح عم تستعيد قوتك وكرامتك من بعد ما هدول الأشخاص حاولوا أنهم يعني يأثروا عليك بطريقة من الطرق عم بيطمنك الوراء كمان عم بيحكي لك أنه في عندك يعني لازم تقعد مع حالك أكتر لازم تعطي لحالك وقت من الراحة أكتر اهتم بنفسك وبصحتك بكفيك اهتمام كتير بالأولاد بالأطراف الثانية اهتم بحالك اهتم بالطرف المقابل لأنه إذا أهملتوا أكتر من هيك ممكن تخسروا فهاي كانت النصيحة الأولى خلينا نشوف النصيحة الأوراق الثانية اه اه اكتر الوراء عم بيحكي لي أنه كون صارم واتخذ قرار عم بتأجله إلك فترة طويلة أو مشروع عم بتأجله لفترة طويلة فبحكي لك تحرك خلاص هلأ الحظ معك في فترة تانية ما بتعرف شو بيصير هاي كانت إذن النصيحة من الوراء وبتمنى لكم حبايبي كل الخير بهذا الشهر شهر تموز شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم